أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة وأكد أبو الغيط أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حققية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين لافتا إلى أن الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصدقيته وقدرته على الاطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين